خطوات أداء امتحان الثانوية العامة بشكل صحيح من لحظة دخول اللجنة في 20 معلومة بيقدم اليوم السابع في التقرير التالي لطلاب الثانوية العامة خطوات أداء الامتحانات النهائية بشكل صحيح خاصة بعد تدريب الطلاب في الامتحان التجريبي الذي انطلق يوم 21 يونيو الجاري ويمكن للكلاب التعرف على الخطوات المطلوبة في 20 معلومة التالية ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لموجد فيروس كورونا وخاصة ارتداء الكمامة والتباعد التوجه إلى لجنة الامتحان وبصحبة الطالب الكتاب المدرسي زائد التابلت زائد رقم الجلوس زائد الألم الجاف الأزرق عدم استحاب التليفون المحمول لأنه بيعرض الطالب لإلغاء الامتحان حتى ولو لم يستخدم في الغش وإن كان مغلق سيخضع الطالب للتفتيش من قبل أفراد الأمن الإداري داخل اللجنة ويجب التعاون وعدم التزمر أو افتعال أي مشكلات استحاب المطهر والكمامة وزجاجة مياه توجه إلى المقعد داخل اللجنة بهدوء وعدم مخلطة مجموعات طلابية داخل فناء المدرسة سوف يقوم الملاحظ بتسليم الطالب كراسة أسئلة زائد ورقة البابلشيت بيبدأ الطالب بكتابة بياناته على كراسة الأسئلة زائد البابلشيت بيانات البابلشيت هي اسم الطالب رباعيا زائد رقم الجلوس زائد اللجنة زائد الإدارة زائد المدرية التعليمية يجب أن ينتبه الطالب بأن الأسئلة جميعها اختيار من متعدد يجب على الطالب قراءة التعليمات سيجدها في كراسة الأسئلة زائد البابلشيت كراسة الأسئلة بيها الأسئلة زائد بدائل الإجابات أسفل كل سؤال للطالب حرية الإجابة في كراسة الأسئلة بشكل استرشادي أو الإجابة في البابلشيت مباشرة الإجابة في البابلشيت الزامية هي من يتم تصححها أما الإجابة في كراسة الأسئلة لن يعتد بها استخدام الألم الجاف الأزرق فقط في الكتابة ولا يستخدم مزيل كتابة وعند اختيار الإجابة الصحيحة قم بتظليل الدائرة ذات الرمز الدال على الإجابة الصحيحة تظليلا كاملا لكل سؤال عند إجابة الطالب بشكل خاطئ ثم قام بالشطب يجب تظليل الرمز الدال على الإجابة الصحيحة وسيتم احتسابها وإذا تم التظليل على أكثر من رمز أو تم تكرار الإجابة بتعتبر الإجابة خاطئة ممنوع القشط في ورقة الإجابة ويجب الحرص على تظليل الإجابة في نطاق الدائرة المخصصة للإجابة وفي حالة استلام الطالب ورقة أسئلة نقصة أو مطبوعة بشكل تالف يجب أن يطلب ورقة جديدة من الملاحظ تأكد من تطابق ورقة من رقم السؤال في ورقة الأسئلة مع رقم السؤال في ورقة البابلشيت يجب على الطالب أن يوقع في ظهر ورقة البوكلت زائد 2 ملاحظين لاحظ أن رصد الإجابات على التابلت ستكون اختيارية والأولوية في الإجابة للبابلشيت بعد انتهاء الإجابة يجب الحرص على تسليم الملاحظ كراسة الأسئلة زائد البابلشيت وليس ورقة البابلشيت فقط